اهلا بكم من جديد وقع رئيس سلطة الفلسطينية محمود عباس على الانضمام إلى اتفاقية روما من أجل الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وإلى نحو عشرين منظمة واتفاقية دولية أخرى انتقدت الولايات المتحدة بشدة قرار الفلسطينيين بتقديم طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الموقف الفلسطيني هو خطوة تصعيدية أما إسرائيل فقد سارعت بتهديد تدابير مضادة لم تحددها بعد ولمواكبة هذا الموضوع مع في الستوديو السيد بسام السائح المحلل السياسي مرحبا بك والإعلامي والمحلل السياسي السيد إيران زينجر مرحبا بك لكن في البداية دعونا نتحول إلى الزميلة سوسان شادلي تطلعنا على استطلاعات الرأم والتعقيبات إليك سوسان في البداية مساء الخير فراس وأهلا بضيوفنا الكرام القيادة الفلسطينية افتتحت العام الجديد بتقديم طلبات الانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية وسط رفض إسرائيلي وبعد أن قبل مشروع قرارهم لإنهاء الاحتلال بفيتو أمريكي بالتالي طرحنا على متابعين السؤال هل انضمام الفلسطينيين للمنظمات الدولية سيدفع بإسرائيل لتغيير سياساتها لتكون نتيجة استطلاع الرأي كما نرى أمامنا في النتائج 7% أجابوا بنعم مقابل أغلبية صاحقة 92% أجابوا بلا أما آراء مشاهدين فقد تراوحت بين التشاؤم والتفاؤل ونبدأ مع مأمون علي الذي كتب لنا وقال لا أعتقد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني امتدى لسنوات طويلة حتى أصبحت استراتيجية كل من الطرفين واضحة تماما لنا وأصبح كل منهم على علم تام بسياسة الآخر وقراراته يقول أعتقد أن الأمل في أن تغير إسرائيل سياستها بعد كل هذه الأعوام ومع وجود ذات الشخصيات في المشهد السياسي بات غير موجود نهاد حلوك شاركتنا برأيها عبر تويتر وقالت الفلسطينيون عازمون هذه المرة على التسجيل نقاط في صالحهم لحل هذا الصراع أو لإطلاق بداية محتملة لحلهم إنهم يتخذون خطوات جدية هي تقول لم يقدموا عليها سابقا وأنا متفائلة هي متفائلة إيهاب معلم كتب لنا وقال إسرائيل في مكان قوة وطالما سيبقى الفلسطينيون هم الحلقة الأضعف وبوجود الدعم الأمريكي لإسرائيل أعتقد هو يضيف أن الحال سيبقى على ما هو عليه للأسف يعني فراث هذه كانت بعض الآراء التي وصلتنا بهذه المناسبة أدعو مشاهدين إلى أرسال آرائهم يوميا إلى صفحةنا على فيسبوك وتويتر أيضا طبعا هناك المزيد مما يقال أترك هذا لك ولضيوفك الكرام إليك فراث نعم شكرا للزميلة يستمتعجلي على التعقبات أريد أن بعمك زيد إيران لديك داننقور رد بالنسبة لرئيس الوزراء أو لهذه الخطوة نعم من دقائق الأخيرة هناك رد فعل إسرائيلي رسمي خاصة من رئيس الوزراء بعد لكاء خاص قام به أو دعا إليه رئيس الوزراء في عكاب الإجراءات الفلسطينية الأخيرة ورئيس الوزراء يقول اليوم نحن نتواقع المحكمة الدولية أن ترفض اللجوء أو الأطلب الفلسطيني لأن السلطة هي ليست بدولة السلطة يقول رئيس الوزراء السلطة الفلسطينية هي كيان يقوم بأعلاكات مع منازمة إرهابية حماس التي تتاكب جرائم حرب ودولة إسرائيل دولة قانون ولها جيش أخلاكي ونحن سنقوم بالدفاع يقول رئيس الوزراء إسرائيل تقوم بالدفاع على جنود الجيش الإسرائيلي كما هم يقوموا بالدفاع على دولة إسرائيل تهديد مباشر تهديد مباشر وأكثر من ذلك يعني تعبير السلطة أو تعبير الجنب الفلسطيني كأنه ليست دولة يقول بأنه رئيس الوزراء لا يريد الآن التقادم بتفاوض أخر مع الجنب الفلسطيني تقدم لا يريد التقدم التقدم لا يريد رئيس الوزراء الآن استمرار المفاوضات مع الجنب الفلسطيني خاصة قبائل الانتخابات في إسرائيل ولكن خاصة بعد هذه الإجراءات الأحدي الجانب من كبل الجنب الفلسطيني سيد بسامد أنا نقول فشل الفلسطينيون في قناع مجلس الأمن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والذهاب إلى جدوى الزمن للانسحاب الإسرائيلي وهذه المرة يذهبون الآن إلى هيئات دولية أخرى وهناك من يقول في نهاية المطاف بأن هذه الخطوات هي بلا جدوى بالنسبة للطرف الفلسطيني قد تأتي بتداعيات ليست بالإيجابية على السلطة الفلسطينية إما من إسرائيل كعقوبات على سبيل مثل السلطة الفلسطينية حتى الإدارة الأمريكية أولا يجب أن نعترف ونقر أن توجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن في هذا الزمن في هذا الوقت هو خطأ لماذا؟ لماذا؟ لأنه أعطينا دفعة لنتنياهو كي يفوز في الانتخابات سواء الداخلية بالليكوت كما جرى اليوم أو البارع وكما سيجري في الانتخابات في شهر أذر كيف؟ كيف هذا دماغ؟ لأنه إحنا أعطينا نسبة عالية من النجاح من أخطائنا إحنا كفلسطينيين كان علينا أن نعرف أن نقر من هو معنا ومن هو ضدنا طالما عرفنا أنه ليس هناك تسعة أشخاص أو تسعة أعضاء في المجلس يجب أن لا نذهب إلى مجلس الأمن ونؤجل الموضوع للشهر الذي يملك تشكيلها حتى يجي خمس أعطاء جدد ودول خمس أعطاء من الممكن أن يكونوا صالحنا نجيريا خدعتنا خدعتنا دول أخرى خدعونا خدعونا خدعوا الفلسطينيين إذن علي الفلسطينيين أن يعرفوا من معهم ومن ضدهم وإذا عرفوا من معهم ومن ضدهم تكون عندهم إسراطية صحيحة نعم بالنسبة للطرف الإسرائيلي هناك من يقول سيد إيران بأن الذهاب إلى المحكمة الجنائية والهيئات هو أخطر على إسرائيل من الذهاب إلى منظمة الأمن المتحدة ومجلس الأمن لأنه في نهاية المطاف تستطيع السلطة الفلسطينية اتهام إسرائيل على سبيل المثال بجرائر حامر في نهاية المطاف صحيح ولكن من نفس الوقت هذا الخطر يعود إلى الجهن الفلسطيني يعني استخدام القوى واستخدام الوسائل القضائية في المحكمة الدولية ضد إسرائيل قد تستخدم من كبل إسرائيل ضد الجامل الفلسطيني وهذا هو السبب للتأخر وهذا هو السبب لعدم اللجوه حتى الآن إلى المحكمة الجنية رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن يعرف تماما ما هي تداعيات اللجوه أو الذهاب إلى المحكمة الدولية لكنه مصر حتى نعم ولكن بنفس الوقت ستكون هناك مرحلة أخرى نحن الآن في مرحلة الانتظار لم نرى حتى الآن طلب فلسطيني حقيقي باستخدام المحكمة الدولية ضد إسرائيل لأن الجامل الفلسطيني يعرف بأن إسرائيل تستطيع استخدام هذه الوسائل ضد السلطة هناك من قال حتى في الطرف الإسرائيلي لسيد بسام أيضا لك السؤال بأنه إذا على سبيل المثال ذهبت السلطة الفلسطينية المحكمة الجنائية باتهام إسرائيل بجراءة محرض تستطيع إسرائيلها تقدم لهذه المحكمة ذات المحكمة هذا ما قاله اليوم رئيس الوزر هذا ما قاله اليوم رئيس الوزر اسمح لي ليس فقط ضد حماس هناك الآن منظمات إسرائيلية تقول بأنه منظمة تنظيم فتح قام بنفس الوسائل وقام بنفس الأسلوب ضد إسرائيل خلال الحرب الأخيرة في غزة يعني استخدام أو إطلاق الصواريخ من كتاب غزة على المدن الإسرائيلية من كبل فتح ليس من كبل حماس والمنازمات الإسرائيلية تقول إذا قام الجانب الفلسطيني بالزهاب إلى المحكمة الدولية لدينا نفس الإمكانية نفس الإمكانيات بتأثير على الجانب الفلسطيني نعم يعني سيد بسام ربما أبو مازل وضع نفسه في مصيدا لا يرغب بها دانا نقول الواقع مش أبو مازل لحاله الشعب الفلسطيني وضع في مأزق خلينا نكون وضعين وصريحين أنت اليوم متشائم تبدو متشائم مش متشائم لأن الأسلوب اللي قمنا فيه خطأ خلينا نكون صراحين ليش من صراح الشعبنا حتى يعرف الحقيقة إذن ما هو الهدف كان من وراء هذه الخطوة كانت خطوة دعائية هو ورقة تهديد على إسرائيل لو درسنا بالضبط المفاوضون الفلسطينيون هم من 20 سنة مساعدين هم من 30 سنة فيش تغيير في استراتيجية فلسطينية يجب أن يكون هناك استراتيجية فلسطينية جديدة حتى تعرف إسرائيل أننا نسير على هدى معين أنا لا أوافق اسمحني لا أوافق صحيح لا توافق لا اسمحني اسمحني بس أكمل في الفترة الأخيرة كنا نقول لا مفاوضات بدون بقف الاستيطان الاستيطان زاد الاستيطان بطلنا نعرف يميلي شمال إلا فيه مستوطنات جديدة والمفاوضات شغالة السرية والعلنية إذن مش المهم إننا نتكلم شعارات المهم ماذا نطبق نحن كفلسطينيين والثنين وهذا الأهم أن نعرف فين أعدانا وفين أصدقائنا إحنا منروح كثير مفاوضات رايحين بالطيارة وناشعين بالطيارة كيف المفاوضات جيدة وكلهم معنا إجينا عن وقت الامتحان لأن الكل ضدنا لماذا سيدنا نتكلم أنا لا أعتقد بأن فيما يتعلق بالتوقيت القرار الفلسطيني فيما يتعلق بالتوقيت هذه الإجراءات أو اتخاذها للإجراءات لا شك بأن هذا خطأ خطأ فلسطيني يعني قبال الانتخابات في إسرائيل وهذه الإجراءات وتدعياتها على الانتخابات في إسرائيل لا شك بأن هذا هو خطأ فلسطيني ولكن فيما يتعلق بموضوع استراتيجية أبو مازن يعني عدم استخدام العنف عدم استخدام العنف ولكن استخدام كل الوسائل القضائية ضد إسرائيل هناك خطة في إسرائيل من يقول بأنه استخدام هذه الوسائل هي أكثر أو تزيد القلق في إسرائيل أكثر من موضوع إطلاق الصوريح من كبال الحماس وتشغيل ضغطة أكبر على إسرائيل دولية لا شك حتى أحرجت الإدارة الأمريكية هذه الخطوة أحرجت حق الفيتو الولايات المتحدة لم ترغب على سبيل المثال بتشويش علاقاتها مع الأردن مع دول عربية التي دعمت هذا المشروع مش دعمت المشروع هي عرفت أنه فيش تمن أعضاء هل برأيك رئيس سوطة الفلسطينية عباس كان يعلم بفشل هذه الخطوة هذا مسؤولية وزير الخارجي كان يتفاوض وزير الخارجي الفلسطيني رياض المالكي كان يجب أن يبلغ أبو مازن والقيادة الفلسطينية على أنه فيش عنا ولكن هناك من حذر أبو مازن حذروا الناس كتير ولماذا لم يصحل على الأشخاص؟ عباس زكي حذر بسام الصالحي حذر ودرسوا ياسر عبدربو هذا ياسر عبدربو ما هو متهم في شغلة تانية أنه على أبو محمد دحلال الدليل على زعزة الأوضاع الآن على ماذا؟ على زعزة الأوضاع يعني على عدم الاستقرار زعزة زعزة هذا الدليل على زعزة الأوضاع سيتذكر في نهاية المطاف أبو مازن والسلطة الفلسطينية تقوم فقط بخطوات إيجابية بالنسبة للطرف الإسرائيلي تأتي بفائدة لإسرائيل في نهاية المطاف صحيح يمكن ما حكيت إنه هذا عجل تصالح نتنياهو للسالح نتنياهو انتخابيا انتخابين شمولتنا شركاء في المصالب وجاء هذا النقاش اللي انتهى الآن في ساعة الأخيرة النقاش داخل ديوان نتنياهو يعني نقاش طارع بالنسبة للإجراءات الفلسطينية ما حمل اجتماع وليفرمون ما عجلت هذا الاجتماع مهم كثير لم يدعي لليفرمون مهم كثير لأنه إسرائيل الآن ونتنياهو لن يقول بشكل واضح لا شك الجميع يقول المراكبون يقولون نتنياهو قد يستخدم هذه الإجراءات الفلسطينية لأسباب في دعاية الانتخابية نعم إذا عمل أي شيء بقولهم أنا شو سنبي المرسلسيين بدون مروح يشكوا عليهم في مجلس سلام أنا بدأ أرد عليهم إذن نعطي مبرر لنتنياهو يعمل اللي بده إياه وهذا الخطأ بالإضافة إلى الموضوع الفلسطيني هناك الآن أيضا تهديدات إسرائيلية بالنسبة لفرنسا يعني استلعت السفير فرنسا لأنه بكرة بدأ بيجتمع أكثر من ذلك بكرة بدأ بيجتمع أكثر من ذلك وبلغيك هذا هذا خطأ أمان عم إذا كان نتنياهو بتركيب الحكومة الجديدة في بعض الانتخابات لا نرى أي موقف أو أي يعني دور فرنسي في المفوضات بين إسرائيل وجنف فلسطيني إسرائيل ستعكب فرنسا على ما فعلت فيه صحيح طبعا هذه النقطة ربما خطوة أبو مازين دعنا نقول لم تأتي بثمارها بالنسبة للطرف الفلسطيني لكنها دعنا نقول في البداية زادت الوعي بأن هناك لا يوجد أفق سياسي أو مبادرة سياسية بين الطرفين وربما ضغوطات دولية على سبيل المثال يوم هناك ربما قد تكون أزمة سياسية بين فرنسا وإسرائيل جناية المطارق حتى مع الإدارة الأمريكية حتى أمريكا تستطيع أن تقوم بتهديدات للدول ولكن وجدت أن النصاب القانوني في مجلس الأمن ليس موجود فليش تقوم لكن ألا ترى بأن أيضا مثل هذه الخطوات التي يقوم بها الرئيس السلطة الفلسطينية وفي نفس الوقت لا يدعو إلى مفاوضات مع الطرف الإسرائيلي ربما يظهر للعالم بأنه لا يرغب بمفاوضات مع الطرف الإسرائيلي هو يقول أنا أريد أول شيء وقف الاستيطان إطلاق صلاح المعتقلين نبدأ المفاوضات ليش؟ إيش المفاوضات يا أخ أب مازن يا سيادة الرئيس يا أب مازن أنت قلت من أشهر لن أقوم بالمفاوضات وفي استيطاق مرة أخرى تتعلق بالسحة الفلسطينية داخلية يعني الحرب أو النزاع الصراع بين فتح وحماس وبين أب مازن وحماس يعني هذا فتح وحماس ويش أب مازن وحماس اسمح لي هذه الإجراءات الفلسطينية من قبل رمالة من قبل أب مازن كانت بمثابة رد فعل لأب مازن ضد حماس يعني أب مازن يقول أنتم فعلتم كما فعلتم خلال الحرب مع إسرائيل الآن لدي الإمكانيات الأخرى الديبلوماسية يعني أب مازن يريد أن يقول لشعب الفلسطيني رأينا ما قام به حماس أوكي الآن أنا أريد أن أظهر لكم ما أستطيع أن أعفل إسرائيل بوسائل أخرى نعم هذه الخطوة ستواجه بخطوات أخرى وسوف نسمع كثيرا هذه الخطوة سيد بسامي سائع المعالي السياسي شكرا جزيلا لك وسيد إعلان زنجر إعلام ومهالف سياسي شكرا جزيلا لك أعزائي المشاهدين نأتي لنهاية المناظر المسائية بعد قريل سوف نكون مع فقرة حوار اليوم مع الإعلامي زهير بهلول المرشح للانتخابات التمهيدية في حزب العمل ابقوا معنا